السلام عليكم ورحمة الله ازايكم حبايب عاملين يا ربكم والخير وبصحة وعافية. طبعا مش هتكلم كتير. واضح. هنعمل للبناة. اسهل واسرع اكلة بتتعمل على وجه الارض. والكل بيحبها. والكل بيعملها. ومستسيلنها يا حبايب قلبي. النهاردة هنعملها مع بعض. بس من غير بيت. انا بالنيابة عن نفسي عوز بالله من كلمة دارة ما بيحبش البت فيها. بعملها من غير بيت. ازاي يا ويدة هنعملها مع بعض ونشوف الطريقة. واللي اتفرج على الفيديو لايك وشير كتير. يلا بينا حبايب قلبي نشوفها. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي ونسمي بقسم الرحمن. معايا نص كيلو بنيه. غسلته غسلة حلوة جدا. نقعته في ميا بخلب لامونة عصرة لمونة ملح. معلقتين دي ايه? معلقة صغيرة جنزبيل. ولو عندك كمان تحينة يبقى معلقة تحينة تبقى تحفة. مش هتلاقي اي زفرة في الفريق. لازم من يتغسل بالطريقة دي حبايب قلبي. وبعد كده شطفته وحطته في مصفى الصفة. جبت البولة او الطبق بتاعنا. نزلت ببصلاية تكون متوسطة. بشراها وكمان عصرتها من الميا بتاعتها. يعني نزلة كده بالميا بتاعتها. حبيت طماطط ان تكون حلوة متوسطة. بردك بشرتها. كباية زبادي صغيرة. لو الكباية عندي كبيرة اخدي منها معلقتين. دي صغيرة عشان كده انزلت بيها. معندي كيس زبادي وبقى نص كباية لبن حليب. البديل بتاع الزبادي. خلاص. دي عصرة لمونة. التوابل بتاعتنا بقى يا حبيب قلبي. معلقة صغيرة. طم بودرة. فلفل اسود. سبع بهارات. كاري. كزبرة نشفة. ببركة. ملح. واحط كمان بعديهم. معلقة صغيرة. خلطة الشاورمة. ليه كده يا وايد. اه ما خلطة الشاورمة. تفرخي حبيب بيبتدي طعم حلو جدا. وما كطرتش الملح في الاول عشان برضك الخلطة تبتو بقى فيها يعني كمية بسيطة من الملح. خلاص. هقلب ده كله مع بعضه. قلبتو كويس جدا زي ما انتو شايفين. هاجب بقى البني بتاعنا. هتبل البنيه في الخلطة دي. لو عملتها من بالليل هيبقى البنيه تحفة. بيتشرب بقى من الخلطة تبقى تحفة. تجي تعمليه بيبقى تحفة. لكن انا بصراحة عاملاكونا صايمين كل سنة وانتو طيبين يا حبيبي. يوضع عليكو وعلينا وعلى امة المسلمين بخير حبيبي. صايمين بقى وعايزين ايه ومستعجلين بس مش مستعجلين قوي يعني. انا سبتو يجي ساعتين في التلاجة. انتبل كل البنيه بالشكل ده. حدي يقول لي ما حطيتش بيت ليه ويدة. لا انا ما بحبش البيت في التدبيلة. الاول ما كنتش باكله خالص من ساعة ما عملته. بالوصف ده من غير بيت وانا باكله. بحس بالزفرة بتحت البيت. ليه مش عارفة. الا حابب يحط لو هتعملي بنيه نص كيلو هتحط بيضايا مع التدبيلة اللي احنا عملناها في الاول وهتدو بيها معهم. او هتضربها مع التدبيلة. هتعملي كيلو هتحطي اتنين. بيتين. خلاص? انا حطتهم في التلاجة في الوقت ده غطيتو وحطيتو في التلاجة زي ما قلتلكو سبتو ساعتين. جبت بقسمات كوباية بقى كوباية ونص ما تزوتيش في البقسمات. لما تحتاجي يحطي. عشان ما يتزفرش معاك وبعد كده ترميه وحرام. في الوقت اللي احنا فيه الحمد لله رب العالمين. جبت البقسمات. انا بقى جيبه من عندي العطار سيب. وحطيتها على حبة البقسمات. هيجي كوباية بقسمات حطيت عليها معلقتين دقيقة. هجيب البناء. هنزل البناء في البقسمات. بالشكل دوت. هنغلف قطعة البناء بالشكل ده. خلاص? هدوس بقى عليها بالايدي التانية. افضل اتكي عليها كده هوت علشان تعمل لنا طبقة من البقسمات. على قطعة الايه البناء. وتدوس حلوة جدا عشان لما تيجي تحطيها في الزيت. الكفر بتاع البناء ما يطلعش معيك. اهو. حاجة سهلة وبسيطة. لبناتي حبيبي سنقولة جواز سنقولة طبخ. انا عارفة ان كلكم شاطرين وبتعرف تعملوا كل حاجة بس اكسم بالله. في بنات لغاية وقتنا هزا. في حاجات كتير ما تعرفوش. طب في اكتر من سلق المكارونة. السألت عليه. خلاص هنعمل كل الكمية بالشكل ده. حاجة سهلة وبسيطة. ما فيهاش حاجة حبيبي بقلبي. اخلص الكمية بالشكل ده. مش عايز اطول الفيديو عليكم. بعد ما خلصها هحطها في الفيليزر. هحط الطبقة كده كله كده في الفيليزر. ايه ربع ساعة. الربع ساعة ده هيساعد ان الكفر اللي فوق الوش بتاع البني ما يطلعش معنا واحنا بنقليه. بيسبت الايه? التدبيلة بتاعتنا بتاعت البقصومات. اما باقية الخلطة دي ممكن تفقاش بتين وتعملوهم على عين البتجازة هيبقوا طحفة. جبت الطاصة في هالزيت بتاعنا. سخين معانا هنزل بالبني بتاعنا. واحدة واحدة كده. واحنا طبعا عارفين الالية. هياخد وشة من تحت هنقلبه على الناحية التانية. ما فيهوش اي حاجة. لما هو ما فيهوش اي حاجة يا واي ده بتوجاعد مغنى له بتعمليلي. احنا عارفيني حبيب قلبي قولنا برضا كزا مرة. لبناتي حبيبي. بص الجمال. عايزة بقى فاتح غامق براحتك. ما بتوطيش العين. ليه? لان البني ما بياخدش حاجة احنا عارفين طبعا. انا بحبه بقى اللون الحلو الجميل دوت. انا بحبه محمص كمان. حبيب انا كده مطلعة كويس حلو. يلا مش مشكلة. علشان خطر التصوير. لكن انا بحبه حماره حماره. يلا. وتلع بالشكل ده حبيبي بقلبي. عملنا في الوقت ده برضا كحابت مكارونا جنبه بالصلصة. بس احنا بنعشق حاجة اسمها مكارونا بالصلصة. بصوا الكفر بتاعه ثابت وما فوش اي حاجة. حلو جدا. ومن غير بيت. اهم حاجة انه هو من غير بيت. عشان انا مش بيحب ان البيت خالص في الا. مع اني بحب البيت عادي. لكن ما بحبهوش في البنية. ليه مش عارفة? الوصفة دي بقى للي ما بحبش البنية بالبيت. سهل وبسيطة وما فوش اي حاجة. بصوا. حلو جدا. اسبكوا بقى في رعاية الله.